سأل الله إليكم تقول مرة كان بجوار امرأة عندما سألتها لماذا لم تصلي معنا قالت بأن عليها الدورة الشهرية قلت لها لا يجوز لك المكث في الحرم أصلا قالت أنا سألت وأخبروني بأن المحرم فقط هو الطواف في البيت وخصوصا إذا لم يكن لنا سكن فهل قولها صحيح؟ الجواب قولها ليس بصحيح فالطواف ما في شك أنه محرم وكذلك المكث في المسجد أي مسجد من مساجد المسلمين ما هو خاص في مسجد مكة ولا المدينة لا يجوز لها وبالله التوفيق